موسيقى مساء الخير و دائما رمضان كريم و ان شاء الله على جميع مشاهدين شاهدين القناة الفضائية السورية اينما كان و مرة اخرى نحن معكم بحلقة مسجلة خارج ارادتنا كما الحلقتين الماضيتين و رغم ذلك تواصلكم لم يختلف من حيث كثافته و اهميته فشكرا لكم و مرة اخرى هذه دعوة لكي لا نفقد بعضنا ان اختلفت ايام او معيد البت نحن معكم لثلاث حلقات اسبوعيا و غالبا هي ايام السبت الاثنين الاربعاء و يمكنكم التعرف على الضيف عبر ذات الموقع الذي يمكنكم المشاركة معنا من خلاله و هو موقع الهيئة العامة للاذاعة و التلفزيون rtv.gov.sy اذا نفتح في حلقتنا الخامسة اليوم من بيني و بينك اوراق مرب كبير و استاذ جليل له فضل على الكثيرين من مشاهدين الذين تربوا على ايقاع موسيقى شارى كتب كلماتها ففتح ببرنامج تلفزيوني باب مغارة المعرفة لنا و وضعنا في مواجهة الحياة بحراميته الذين فاقوا الاربعين بكثير ضيف اليوم نحتار في اختيار لقب واحد نطلقه عليه و استحديقة الصفات و الألقاب التي يمكن أن تناسبه فهو الدمشقي الأصيل الكاتب الإذاعي و التلفزيوني و المسرحي و الصحفي و مقدم البرامج الإذاعية و التلفزيونية و الندوات الأدبية هو الخبير في الإعلام التربوي و مؤلف الكتب المدرسية في مادة اللغة العربية هو الشاعر و كاتب الأغاني و الممارس الهاوي للخط العربي أيضا هل نسيت شيئا؟ نعم إنه الموسيقي الموسيقي أيضا و صاحب الصوت الجميل دمث الأخلاق خفيف الظل و ضيف حلقة بيني و بينك اليوم إنه إنه الأعلامي ياسر المالح من موليد دمشق عام الف وتسعمائة و ثلاثة و ثلاثين يحمل إجازة في اللغة العربية و دبلوم في التربية من جامعة دمشق منذ عام الف وتسعمائة و ثمانية و خمسين أعد وقدم مئات البرامج الإذاعية و التلفزيونية ففي مجال الإذاعة قدم عدة أعمال منها لكل مثل قصة وألوء إذاعة والعشرة الطيبة و في مجال التلفزيون له العديد من البرامج أيضا مثل أبجد هوز جواز سفر و برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم كما كتب عشرات المسرحيات منها الأمثال والتمثيل و الزوجة الثالثة ألف العديد من المقالات الصحفية منها اثنان و خمسين مقالاً درامياً بأسلوب جديد ترأس العديد من الدورات التدريبية والاطلاعية في مجال إعداد البرامج و إخراجها و كان عضواً في العديد من المؤتمرات والهيئات واللجان فقد كان عضواً في لجنة تعليم الأجانب اللغة العربية في دمشق عام 1973 و عضواً في الوفد السوري إلى مؤتمر الإذاعات التعليمية في الكويت عام 1975 يذكر أن الأعلامي ياسر المالح هو خبير في الإعلام التربوي والإعلام البرامجي لدى المراكز والهيئات الإعلامية والمنظمات التربوية العربية يسعد مساك خليلي أكون على هذه التقدم الرائعة و أنا الحقيقة أتواضع أمامها لست إلا صاحب رسالة يجب أن أنفذها وأعطيها هنا وهنا لست إلا صاحب رسالة لكن أظنتموني أكثر مما يجب تستحق أكثر مما قلنا بس بصراحة أنا وأثناء قراءتي للسيرة الذاتية السيفيل الكبير يعني ما سر كل هذا؟ كيف وجدت الوقت لكي تفعل كل هذا؟ أنا أفعل هذا على مراحل في الحقيقة الموهبة بدأت عندي وأنا صغير لأستمد ممن حولي من الفنانين والشعراء والكتاب لأنه كانوا من أهلي الحقيقة وأكتسبت في طفولة الكثير الكثير من هذا فلما شببت قليلا بدأت أمارس ما تلقيته من مخزوني إذن سر كل هذا السيفي أو هذا الكم هو العمر؟ العمر الله يعطيك طلط العمر يعني خمسين سنة؟ يعني كتر الله خيرك كويس هي قالت قبل قليل نعم أني من موليد 1933 يعني الآن أنا 79 79 لكن لا أحس بالعمر هذا ما أريد أن أقول هل تشعر بأنك وصلت إلى هذا العمر؟ إطلاقا إضافي إلى ذلك ما زلت أحس بأنني طفل هذه ما أقول الأحد ما زلت أحس بأنني طفل وحين يأتيني أسرة مع أطفال لا أحاديثهم ولا أحاورهم وإنما أحاور الأطفال لا أريد أن أسأل لماذا لأن هذا السؤال ربما سيأتي أثناء العشرة أسئلة عشرة أسئلة معروفة لكل من أراد معرفتها عبر موقع الهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون قد أهلكم لتكونوا الأكثر تطابقا بإجاباتكم مع إجابات ضيفنا وطبعا مثل ما بتعرفوا الأكثر تطابقا أو الثلاثة الأول والثاني والثالث له هدايا قيمة هي عبارة 25 ألف و 15 ألف و 10 ألف هي مقدمة تشجيعية من التلفزيون العربي السوري سأدخل مباشرة بالأسئلة الخاصة بالمرب الأستاذ الكبير ياسر المالح السؤال الأول برأي الأستاذ ياسر المالح أن الإنسان في المحصلة ابن البيئة التي يعيشها ابن إماماته ابن الطموح الذي يسعى إليه ابن ظروفه التي يعيشها ماذا تجيب هذا السؤال الحقيقة أنت تقول الحقيقة الآن هذا عبارة عن حقيقة تقولها أنت وأنا أريد أن أؤكدها لا شك في أن الإنسان هو ابن البيئة ما دام فيها أول يعني هو الخيار الأول بالإجابات ما دام فيها نعم لكن حين ينتقل إلى بيئة أخرى يتأقلم ويحاول أن ينسجم مع هذه البيئة الجديدة مثال على ذلك أنا لنفرض أنني ابن دمشق القديمة انتقلت أصبحت في حي آخر لغتي تختلف مفاهيمي تختلف لكني أظل دمشقية الظروف ألا تجبر الإنسان على شيء ما؟ الطموح ألا يجب أن يكون هو المحرك لكي يوصل الإنسان إلى ما يريد فيه المحصلة؟ الطموح لا يمكن أن يأتي إلا من الذات من الداخل يعني حينما أجد أن لدي من الفكر ومن المعلومات ومن المواهب ومن الفنون عموما ما يجعلني أقفز إلى الأمام سأقفز لذلك هذا الطموح هو قفزة قفزة إلى أمام ولكن ربما كان هذا الطموح إلى أمام محدود الآن في مناسبات أخرى أقفز مرة أخرى قفزات وقفزات حتى أحقق طموحي إذن أنت ترى أن الإنسان في المحصلة هو ابن البيئة التي يعيشها أولا وآخرا الذين أجابوا على هذا السؤال كما أجابت نسبتهم 37% فقط أما النسبة الأكبر توقعوا أنك ستجيب أن الإنسان ابن الطموح الذي يسعى إليه وكانت نسبتهم 45% لكن أيضا نسبة جيدة 37% أنه توقعوا إجابة صحيحة خلينا نروح مباشرة للسؤال الثاني السابر الرئيسي لاهتمام الأستاذ ياسر المالح بالموسيقى لأن والدته كانت تعزف على العود أثنين لأن جده كان موسيقيا ثلاثة لأنها تميزه عن أقرانه أربعة لأنها تدخله عالم الحقيقة في الواقع هذا الكلام صحيح إلى حد كبير والدتي هي صاحبة الفضل هي ولدتني صحة ولكنها ولدتني وأنشأتني ودفعتني إلى الأمام واكتشفت كانت تعزف على العود كانت تعزف على العود وتغني وكانت تغني لوالدي كلما عاد من عيادته مساء على عودها تغني رايح فين يمسليني كلما عاد أو كلما ذهب كلما عاد مساء ليتعشى لأن وقت العيادة عادة من التاسعة حتى السادسة مساء هكذا كان إذن خيارك الأم أولا الأم أولا لكن هل معلوماتي صحيحة أن جدك كان شريكا لأبو المسرح العربي أبو خليل قباني كان شريكا في مسرحه هو لم يكن شريكا وإنما كان معتمدا يعني أولا هو كان ممثلا وكان أيضا مهند الدكور وكان أيضا ينتقي الملابس للممثلين وكان يعزف مع المسكيين فإذن جدي شيخ صالح الدرويش اللي بعد ذلك انصرف إلى المولوية إلى الدوران حول الذات الإلهية هكذا المولوية كانوا وذهب مع أبو خليل قباني إلى شيكاكو ومثلوا هناك تمثليات طبعا مسرحيات غنائية مختلفة للجالية ولغير الجالية هل علمتك الوالدة العود؟ هي لم تعلمني ولكني كنت أراقبها جيدا كنت أراقب كيف تمسك الريشة اسم الريشة وكانت الريشة فعلا ولا أهداب وكذا أنظر إلى الريشة وأنظر إلى أصابعها وهي على ساعد العود لذلك تضرب بالريشة فأنا أراقب كم كان عمرك؟ عمري شي خمس سنين أربع سنين خمس سنين ولقط السر لخطط بعد ذلك في السابعة والثامنة كنت أعزف كنت أعزف على العود في استقبالات نسائية وأعزف رقصة ستي تعلمت الكثير من هذه الاستقبالات على ما أعلم؟ لأنه رقصة ستي كنت أعزفها فيرقص علي النساء النسبة دعني أقول لك أن كانت أكبر نسبة توقعت أنك ستجيب هذه الإجابة هي 56% وكانت إجاباتهم صحيحة توقعوا أنك فعلا اهتمامك بالموسيقى جاء من أن وليدتك كانت تعزف على العود وهي معلومة موجودة عبر الإنترنت من خلال ذكرك لها في أكثر من مناسبة على ما أعتقد وطبيعي أنه كنت تطابق كبير بينه وبين مشارك العالم يعرفكم مين يا أستاذ ياسر عيفر الأحوال أولا أنا تنقلت بين بلدان مختلفة ولذلك وهنا أيضا أقمت إقامة طويلة الأمد هنا أنا يعني الناس معروف معهم وأعاشرهم وأحاورهم في أكثر من مناسبة وفي نادي الإسماع الموسيقي لعمره صار 11 سنة رسالة تطوعية مجانية ولكن الناس يملؤون القاعة دائما هذا أمر يسرني جدا وأريد أن أبتكر دائما جديد وإن شاء الله دائما ناجع وهذا ما نلمسه نتعلم منك أستاذنا السؤال الثالث كان الأستاذ ياسر الباله يعمل في الفرقة الفنية التي أسسها في الجامعة السورية عازف على العود مغني قائدا للفرقة عازف أكورديون لا مش أكورديون بيانو كنت عازف على البيانو كنت عازفاً؟ ليس بالمعنى الدقيق للعازف ولكن كل الأنغام والألحان كنت عازفها على البيانو أنا معلوم إجابتك أنك كنت عازف إذن كنت عازف على البيانو ولكن عازف يعني خلينا نقول مش حالو طب لكن على العود كنت عازفاً ممتازاً إذن عازفاً على العود يعني جوابك هو الجواب الأول لكن معلوماتي وبحثي عن شخصك الكريم كان يقول أنك كنت مغني الفرقة نعم صحيح وكنت أغني لمحمد عبدالوهاب في الحفلات الرسمية وفي النوادي يعني كنت أصحب الفرقة الجامعية إلى النوادي المعروفة في دمشق وأغني أنا أغاني تطلب مني وأنا في الجامعة عمري 22 أو 23 لماذا لم تقل لي أنك كنت مغنياً إذن مغني الفرقة؟ كنت لأنني عازفاль على العود كنت عازفاً على العود وكنت مغنياً في المناسبات يعني نعتبرك عازف على العود؟ عازف على العود أولاً أولاً من كان يعازف على الأكريديون؟ أخي وصديقي لماستاذ درجة الحام نعم وكان يعزف على الطبل أيضاً على الدرام على الدرام نعم كنت شركاء كان كنت أنا وياه يعني إخوة إخوة عاديين وهلأ؟ هلأ كل واحد أخذ طريقه هو يريده مسلسلات أنا أريده أعدت ثانية إلى الإذاعة فأنا أعدت ثانية إلى الإذاعة هو يريد التلفزيون وهذا حقه لا أستطيع أن أذكر الأستاذ ريدا حم الله إلا وأوجه له تحية تحية كبيرا الفنان الكبير السوري دوريد لحم ملعش وهذا السؤال أيضا النسبة الأكبر جاءت هي عازف على العود 47% توقعوا أو بحثوا عن شخصك وعرفوا أنك كنت بهذه الفرقة التي أسستها عازفا على العود عموما يعني لما بيكون في واحد ببداية حياته بيكون في عنده شركاء بهذا المستوى بيعتقد أنه بيتحدد مسار حياته صح أو لا أستاذي إلى الآن ما زلت أعزب وإلى الآن ما زلت أغني بصوت مبحوح يعني مثلا إذا طلبت منك الآن وبرنامجنا ليس برنامجا غنائيا ولن تأخذ علامات على غنائك ما بيطلع مقطع صغير ما بيطلع لكن عندي تسجيلات قديمة بصوتي لا يمكن تميز صوتي عن صوت عبلوها بيطلعها سمعتها لهذه التسجيلات حبتها لكن تغير الصوت تغير يتغير مع التقدم في السن لن أحجك بطلب الغناء سأذهب للسؤال الرابع مباشرة سؤال الرابع منهجة نظر الأستاذ ياسر المالح تبدأ الثقافة عمليا من الحياة اليومية بين زوج وزوجته من الحياة اليومية بين الأصدقاء من الحياة اليومية بين الآباء والأبناء من الحياة اليومية بين الإنسان والغرباء أنت الحقيقة يعني أعطيت فانوراما كاملة كيف تكون الحياة وأنا مررت بكل هذا أنا أتحث عن الثقافة عملياً تبدأ الثقافة من أي؟ الثقافة تبدأ من عند انكغي يعني حين أجيب والدتي أنا هي بتقولي انكغي وأنا برد هذا الكلام بالأنكغي يعني ما أنك صار في حوار بيننا من هنا تبدأ شيء آخر يمكن أن يكون غريباً وأنا في رحمي أمي أنا أستمع إلى ما يجري في الخارج تماماً طبعاً هي معلومة علمية وأختزنه وهذا الكلام علمي فإذلك حين أولدت كان في مخزوني أشياء كثيرة مما سمعته وأنا في الرحم طب بين الخئارات الأربعة ماذا تختار أستاذ ياسر؟ بين الزوج والزوجة أو بين الأصدقاء أو بين الأباء والأبناء أم بين الإنسان والغرباء؟ لا بين الإنسان والأصدقاء والعالم إذن بين الإنسان والغرباء تأتي هناك؟ الثقافة إذا أردت أن تنمي هذه الثقافة فيجب أن تلتقي الناس كلها في أنحاء العالم ويجب أن يكون لديك لغة أخرى ثانية حتى تتفهم أو هم يتفهمون معك بلغتك إذن جوابك على السؤال الرابع تبدأ الثقافة عملياً من الحياة اليومية بين الإنسان والغرباء الذين يتعرف عليهم؟ ليس لغرباء الأصدقاء والآخرين في أي مكان كان حسناً إذن الخيار رقم اثنين بين الأصدقاء وهو أقل الخيارات الذين اختاروه هم الأقل هم فقط خمسة بالمئة فقط أما الخيار الأكبر كان للخيار الرقم ثلاثة من الحياة اليومية بين الأباء والأبناء 47% عموماً هذا خيارك وتقاطعك مع المشاهدين هذا أمر لا يضر شيء فقط قد يعطي فرص أكبر قبل السؤال الخامس لدينا مقطع من برنامج لضيفنا نقدمه لكم لنتذكر وبعدها نتابع فتح أبواب سمسل لكل الموجودين معنا لكل اللي عم تابعونا واللي تابعونا طوال حلقات برنامج جواز سفر أهلا وسهلا فيكم رجعنا من جديد حاملين معنا الابتسامة والفرح والربح والأصوات الجميلة حلقات جديدة من برنامج جواز سفر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك هذا ليس محلي أنا ولد وهنا مكتوب بنت أنت تقود هنا دائما أعرف تريد أن تقود محلي لا أعرف انظر يا سامي أمامي مكتوب أب وأنا أم وأنا أقعد هنا دائما وأنا أب وهنا مكتوب أم وأنا أقعد هنا دائما والعمل نغير محلاتنا ولماذا نبدل محلاتنا نتبادل بالبطاقات أسهل رأيت السرور على وجهك وأنت تتابع المشهد الثاني برنامج كلمات كان اسمه كلمات كنت موجه الأطفال كنت للأطفال وللأبناء الجاليات لأن البرنامج التعليمي عادة التلفزيوني يجب أن يعني يأخذ بعين الاعتبار البيئة التي يعرض فيها فهذا للمهاجر أينما كانت كيتعلموا الكلام بلغة كيتعلموا الكلام بلغة العربية مسموعا ومقرؤا وما شاهدته من أب وأم خطي هذا من خطي بما أنك هاون للخط العربي طبعا إذن جواز السفر هو أحد البرامج أيضا وعدد كبير من البرامج منوعة وكان لها حضور عندما عرضت على شاشة التلفزيون العربي السوري وغير العربي السوري إلى سؤال الخامس بين المهن والمناصب التي شغالها الأستاذ ياسر المالح يختار العمل إذا قررنا أن نختار واحدا من هذه المهن واحد مدرسا للغة العربية اثنين مديرا للتقنيات بوزارة التربية ثلاث كبير كتاب في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخارج العربي أربعة معد لبرامج التلفزيون ماذا تختار ماذا تفضل بين هذه المناصب التي شغلتها والمهن التي عملت بها أختار الاستقلالية والإعداد وأنا مستقل يعني معد لبرامج التلفزيون معد لبرامج الخير الرابع نعم فاجأتني طبعا أريد أن أوضح أكثر مهنة متعبة يا أستاذ أود أن أوضح شيئا حين لا أكون أنا ضمن دوام وظيفي معين ومطلوب مني عمل معين أنا حر في أنا عمال أبتكر كثير من الأشياء يمكن أن أنفذها شيئا فشيئا على مراحل الآن منذ العام 1990 إلى اليوم إنتاجي الذي أنتجته أكثر كثيرا من الإنتاج الذي أنتجته قبلا لأنك تعمل بشكل حر ما عندي شيئا أنا أعمل على كيفي يعني خليني أولي على كيفي ما لش أريد أنه سر لك سرا بيني وبينك يعني نعتبر نحن ببيني وبينك العمل في الإعداد التلفزيوني الآن ليس كما كان في الأمس لا ما على كيفي الواحد يشتغل طبعا هناك مئة ألف قصة يجب أن ينرعيها عموما خيارك يتقاطع مع 28% من الذين دخلوا متوقعين ماذا ستجيب الخيار الأعلى توقع أنك ستختار مدرسا للغة العربية ما زلت نعم توقع أنك إذا خيرت فأناك ستختار أن تكون مدرسا للغة العربية عموما سنتقل إلى السؤال السادس السؤال السادس هو الذي توجهنا فيه لأشخاص عملوا مع ضيفنا وعرفوه جيدا ليتقعوا ماذا سيجيب وأستغل الفرصة ليتوجه بالشكر لكل الكبار الذين تجاوبوا معنا في طلبنا المشاركة في سؤال الاستبيان المصور وهو اليوم يتيح الفرصة لضيفنا بإعادة العمل على برنامج قديم له فماذا يتوقع من يعرفوه جيدا أنه سيجيب والله أنا بتوقعي ولا واحد من دول الأربعة طبعا دول برامج ناشحين وكانوا متميزين بس بيتوقعي أنه رح يختار شي خامس برنامج جديد لأن الأستاذ ياسر بيحب دائما التجديد ما بيحب يكرر حاله وكنا نحكي بكثير بهذه القصة يعني لما هو عمل افتح يا سمسة بعدين لما عمل جوال سفر هذا البرنامج المنوعات والثقافي أيضا فهو كنا نحكي أنه حس أنه بيديك الفترة أنه بيحاجة لهذا النوع من البرامج أكثر من الطريقة التربوية تبعي افتح يا سمسة فبتوقع أنا هلأ بيعمل برنامج خامس جديد يحمل أفكار هذا العصر متجدد مع تجدد العصر مع تجدد الشباب والوعي والثقافي اللهي أنا من خلال معرفتي بالأستاذ ياسر المالح هذا العلام أعتقد أنه سيختار افتح يا سمسة باعتبار أنه الأستاذ ياسر المالح يعتقد بمسؤوليته هو ومجموع الكتاب والمثقفين عن تثقيف وتربية وتوجيه هذا الجيل أعتقد لو أن الأستاذ ياسر المالح أراد أن يعيد أحد البرامج التي انتجها سابقا للتلفزيون العربي السوري أو للفضائية السورية فإنه قد يضيع خياره بين اسمين أو بين برنامجين البرنامج الأول هو جواز سفر وهو برنامج منوع قدمته الفضائية السورية قبل سنوات أو برنامج المسابقات الشهير الذي قدمه قبل عشرات السنين واسمه العشرة الطيبة أنا معرفتي مع الأستاذ ياسر المالح ب62 فب62 كان الأستاذ منير الأحمد عمل برنامج مرحبا يا صباح نقطع فترة إجا الأستاذ ياسر المالح عمل برنامج صباحي وإعداده وتقديم السيدي نجاة الجم فهذه الأيام عملنا هذا البرنامج وكان كتير برنامج ناجح وبتبنى أنه ينعاد إذا عم تسألين أنا بالنسبة للبرامج العديتي اللي يعني متابعهم بس أنا بفضل أنه البرنامج الصباحي اللي كان يعملوا ب62 سررت بهذه الآراء جدا من دول أصدقاء قدامى ومحدثون أيضا يعني عاصم حواط وساز عماد عاصم على السلام ومحمد عنق وكلهم عملوا معك ويعرفوك جيدا لكن يريد أن أخذ الإجابة منك أسوأ الرقم 6 لو أتيح للأستاذ ياسر المالح إعادة العمل على برنامج تليفزيوني لاختار افتح يا سمسم أو جواز سفر أو العشرة الطيبة أو أسود وأبيض ولا واحد هذا ليس خيارا موجودا أبدا أنا الآن أحضر إذن أنت مع عاصم كما قال نعم أنا مع نفسي أيضا نعم أنا الآن أحضر لأفكار جديدة لبرنامج منوعات لم أكتب مثله في حياتي هذا ما أحضره الآن وليلائم هذا العصر بالذات والسرعة وكل التكنولوجيا الموجودة في العالم اللي بتساعد على ظهار المسلسل بشكل جميل وجيد منوعات منوعات أنا رجل منوع نعم لكن أريد أن أخذ منك إجابة على ما البرنامج الذي تفضله بين هذه البرامج الأربعة كي تعيد العمل عليه أو قد يتطور هذا البرنامج افتح يا سمسم أو جواز سفر أو العشرة الطيبة أو أسود وأبيض افتح يا سمسم بلا شك يعني خمسة سنة وأنا عمل به وأنا سعيد جدا بأنه يعني أن اسم أفتح يا سمسم ارتبط باسمي أنا كثير سعيد بهذا لكن أنا قدمت بحث كامل إلى الكويت أرسلته منذ عام قلت افتح يا سمسم اليوم لا يمت بصلة إلا افتح يا سمسم قبل ثلاثين عاما وعطيتهم شو لازم يسأل إذن تختار افتح يا سمسم افتح يا سمسم وهو الخيار الأكبر يعني 56% من الذين توقعوا توقعوا أنك استختار هذا الخيار افتح يا سمسم يليه تماما برنامج أسود وأبيض توقعوا أن تختاره ثم جواز سفر ثم العشرة الطيبة إلى سؤال رقم 7 كتب الأستاذ ياسر المالح شارة برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم عندما كسر مفتاح منزله في الباب عندما احتجزته الشرطة بالخطأ عندما توقف عند إشارة ضوئية عندما شاهد فيلما عن علي بابا والأربعين حرامي أنا أعرف جواب هذا السؤال جيدا وأعرف القصة لكن أريد أن أسمعها منك كل هذه الأمور هي موجودة في داخلي لكن حين ذهبنا كوفد أو كفريق عمل للاطلاع على سيزيم ستريت في أمريكا شارع سمسم شارع سمسم كنت أقطع الشارع مع زميل إلي الدكتور سعد عبد الرحمن فقلت له كنت تفكرون بالباس نعم لك تفكرون بالشارع فقلت له وجدتها قال لي شو أنت أرخاميديس قال له لا وجدت شارع البرنامج افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال افتح واستقبل أصحابك نحن الأطفال يا سلام شعل الضوء الأخضر مرينة كملت الشارع على الرصيف الآخر إذن خيارك هو رقم ثلاثة عندما توقف عند إشارة ضوئية نعم من بحث عن الأستاذ ياسم عبر الإنترنت أكيد أنه أجاب على هذا السؤال بشكل صحيح لأن هذه القصة قالها كثيرا بأكثر من لقاء وبأكثر من مناسبة ونسبة المشاركين الذين أجابوا أن يختاروا هذا الخيار 18% فقط يبدو أن البقية كانت يجابوا عبر حسن بينما النسبة الأعلى هي عندما كسر مفتاح منزله في الباب لا هي لما كسرت مفتاح منزلي في الباب وليس هذا الموضوع ضاعت المفاتيح مني ضاعت المفاتيح ونزلت أبحث كيف يمكن أن أفتح باب المنزل هي بالكويت لم أستطع ذلك وركبت سيارتي ومشيت أمام إشارة المرور خطر في بالي أن أكتب مقالاً درامياً اسمه المفاتيح وكان أول مقال درامي أكتبه وقد نشر فيما بعد مع مقالات أخرى في كتاب اسمه الأميرة التي اختفت في هيلتون لكويت المهم أن أفتح يا سمسم هذه الشارة التي حافظها جميع أطفال جيلي أعتقد إلى اليوم إلى اليوم كتبت وأنت تقف على إشارة ضوئية في نيويورك نيويورك نعم لنتذكر مع بعضنا البعض لنتذكر نعمان وأنيس وبدر وغيرهم وبالمختصر دعونا نعود بالذاكرة إلى البرنامج الذي جعلنا نحفظ الحروف الأبجدية ونحن مستمتعين ألف با تا تا جيم حا إلى آخر حروف الهجاب أضع الطابع على الطاولة والآن أضع الطاشة والطنجرة والطماطن والطائر والطوب والطبيل والطالب والطباح على الطاولة شكرا يا فاق تعال نأكل يا بل انظر هنا هذا كوبك ممتلئ بعصير الفاكر جايل وهذا كوبي أيضا ممتلئ بالعصير وهذه هنا حصتك من الفطيرة اللذيذة المحشوة باللحم الطيب والسمك والفلفل سمع؟ نعم نعم وهذه هنا حصتي من الفطيرة اللذيذة المحشوة باللحم السمك والفلفل صح؟ إذن هل أنت مستعب؟ لا لا أنيس لماذا يا بل؟ ألا تعرفي ماذا يا أنيس؟ ها قل لي ها نعم أضعي الفطيرة أولا والآن انظر انظر إلى كوبي كوبي من العصير نظار جايل والآن انظر إلى كوبي تبدأ الفطيرة نظار نعم وانظر أيضا إلى فطيرة ما لها يا بل؟ أقول ما لها ها؟ انظر إلى فطيرتك انظر إلى فطيرتي؟ نعم نظار ثم ثم أراها لذيذة تسمح أن أدوقها؟ لا 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 أسمح لك اسمع لا 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 أسمح لك أن تدوقها لماذا؟ إذا نظرت جيدا سرى أن فطيرتك أكبر بكثير حصتي وكذلك عندك كثير من العصير أكثر مني اسمعوا اسمعوا سأعطي لكل واحد بالون هذا جميل يا نعمان ولكن هذه البلونات لا تكفي لماذا؟ معي خمسة بلونات كم عدد بلونات؟ سأعطكم هيا لحوة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر يعني شكرا لزملاء الذين تعبوا لكي يجدوا هذه المشاهد التي أعتقد أن هناك جيل كامل سيعود بالذاكرة إلى مراحل الطفولة التي حفظ الأعداد وحفظ الحروف من خلال هذه الطريقة الجميلة وشكرا لك لمساهمتك في تعليمنا هذا السؤال الثامن من خلال عمله في ميادين مختلفة يرى الأستاذ ياسر المالح أن الأثر الأكبر هو للإذاعة للتلفزيون للكلمة المكتوبة للمعلومة في الصف الأثر الأكبر أنا أجد أن الأثر الأكبر لوسائل الإعلام مجتمعة الإعلام والتعليم من جذر واحد علموا يعلموا تعليما وأعلموا يعلموا إعلاما خلصنا لكن الإعلام فيه شيء مكتوب وشيء مرئي وشيء مسموع أنا أرى أن التأثير الإعلامي إذا كان مدروس دراسة جيدة وفي أوقات مختلفة متبينة تلائم أذواق الناس وتلائم الأعمار أنا أعتقد أن التأثير كبير جدا لوسائل الإعلام التأثير الصفي هو تأثير تعليمي محدود بالصف إذن إجابتك تنحصر بين الإذاعة والتلفزيون بين الإذاعة والتلفزيون من التأثير الأكبر لمن؟ لا أكيد التلفزيون إذن جوابك هو الخيار رقم 2 للتلفزيون وهو الخيار الأكثر 66% توقع أنك ستجيب ستختار التلفزيون هو أكثر تأثيرا وكان خيارهم صحيحا سنذهب إلى سؤال رقم 9 سر نجاح كتابات الأستاذ ياسر المالح أولا أنه يعرف ماذا سيكتب منذ البداية ثانيا أنه يكتب بإحساسه ثالثا أنه يعرف كيف يصل لجمهوره رابعا أنه يقدم الأسلوب على المعلومة والله الحقيقة كأنني أمام طبيب نفساني يحلل شخصيتي أنا أعتقد أن أول شيء عندي هو أن أخطط لما يجب هذا لا بد منه بعد ذلك بعد التخطيط حين أكتب في الحقيقة لا أدري كيف أكتب لا أدري ولا إلى أين تذهب لا هو ضمن المخطط إلى أين أذهب معروف البداية والنهاية معروفة ضمن المخطط ولكن لا أعرف كيف يأتيني الخاطر كيف تأتيني النكتة الطرفة كيف ألهم بأن الأغنية الفلانية يجب أن تكون هنا لا أدري بعد ذلك أقول لك الحقيقة حين أستمع إلى برنامج الإذاعي هذا دنيا الكلام من ثلاث سنوات إلى اليوم يوميا يوميا على صوت الشباب أستمع إلى أسأل نفسي أنا كتبت هذا؟ هل أنا الذي كتبت هذا؟ لا أدري السبب أن لحظات الإبداع ولحظات الكتابة هي حال أخرى غير حال التفكير والعقلانية مختلف تماماً إذن ماذا ستختار؟ هل لأنك تعرف منذ البداية ماذا ستكتب؟ أم لأنك تكتب بإحساسك؟ أم لأنك تعرف كيف تصل لجمهورك؟ أم لأنك تقدم الأسلوب على المعلومة؟ لا أكتب بإحساسي إذن الخيار رقم 2 وأعتقد أن من اختار رقم 2 هو نسبة كبيرة الآن من اختار رقم 2 فعلاً 49% هم توقعوا أنك تجيب أنك تكتب بإحساسك وصلنا إلى السؤال رقم 10 وهو السؤال الأخير في الأسئلة الخاصة بالأستاذ ياسر المالح في حلقة اليوم يحلم الأستاذ ياسر المالح بتكريم يريق فيه؟ بالتقاعد والتمتع بالسفر؟ بأرشفة كل أعماله غير كل ذلك؟ لماذا تحلم أستاذ؟ من هالخيارات؟ أو غير كل ذلك؟ لا في غتلك أحلم بأن أفكر دائماً وأبتكر دائماً وأعمل دائماً في كل يوم وأقول مستعيراً من ديكارت أنا أفكر فأنا موجود أنا أفكر فأنا موجود أنا أعمل فأنا موجود إذن تحلم بغير كل ذلك الخيار رقم 4 نعم وهو الخيار الذي اختارته أكبر نسبة 62% توقعوا أنك استغتار غيب ذلك ليس لديك حلم محدد يعني؟ حلمي أن أستمر في الإبداع فقط؟ ما عندي شي تاني ما معنى الإبداع؟ ما معنى الإبداع بالنسبة لك؟ الإبداع أن تركب الأشياء تركيباً جديداً فقط؟ فقط هي أبسط الأمور أن تركب الأشياء مما ترى ومما تسمع ومما تشاهد تركيباً جديداً مما اكتسبته وأنت صغير أو وأنت كبير أستاذي وصلنا إلى نسبة تطابق بين كل من شارك معنا أنت أول الضيوف الذي نجد من تطابق معك بنسبة 80% ورغم أنه واحد فقط فاصلة 89% الذي تطابق معك بنسبة 80% لكنه إنجاز بأن هناك من تطابق معك بنسبة 80% بنسبة 70% تطابق معك 3.77% بنسبة 60% 18% وبنسبة 50% 22% وهي أعلى نسبة من التطابق تطابقوا معك بنسبة 50% خمسة أجوبة أما أقل نسبة التطابق هي 10% يعني لا يوجد شخص مثلا لم يجب إطلاقا هناك 10% أي بمعنى إجابة صحيحة 3.77% ولدينا عدد كبير من الأسئلة التي وجهت ما بعرف الوقت قديش ممكن يعطيني وقت لحتى أقرأ الأسئلة لكن خليني أعرف أسماء الأشخاص الثلاثة اللي هم أكثر تطابقا معك الثلاثة الأكثر تطابقا معك هم أنا بس عم حاول خبي رقم التاليفون لأنه بيطلع عنا رقم التاليفون مشان ما ينقلوا العالم إيمان محمد خياط تطابقت معك بأعلى نسبة يبدو أنها هي صاحبة 80% ثمانية أجوبة وسام صلاح العفيف من سوريا ونوار محسن الخضور من سوريا أيضا ثالث أكثر نسبة تطابق مبروك لكم تطابقكم والحظ وربما البحث عن الأستاذ ياسر المالح بسرك أن الناس تعرفك بشكل جيد جدا جدا أنت تعمل لهذا الأمر أنا أعمل لهذا الأمر لأن معرفة الناس هي الدافعة لابتكار المزيد عموما لدي عدد كبير أيضا من الأسئلة لا أعرف شو بدي أختار منه أنا عادة بقع بحيرة بآخر وقت عندي 37 سؤال لك من ضمن الذين شاركوا ملاك إبراهيم الضامن للأردن مثلا عم يسأل ما رأيك بما يعرض حاليا على الخنوات الإخبارية ويقصد الخنوات المغرد للتبث أكاذيب نعم الجواب عن ذلك بسيط جدا أقول أنا إن الإعلام في معظم الدول في معظم الدول وفي معظم المحطات هو إعلام سياسي بالدرجة الأولى هذا الإعلام السياسي في كثير من المغرضين والذين يريدون لبلدنا ولسوريا وللنظام عندنا يريدون السوء له فهم يتحركون حركة غير طبيعية ومكشوفة حتى إنها مكشوفة في كثير من الأحيان فأنا أرى أن هذه المحطات نراها نراها لا يمنع ذلك ولكننا نحاكم عندنا نحاكم بين ما تبث وبين ما نعلم نرمين غازي علي أتمنى أن تكون هذه النصيحة جيدة إلي هم يسمعونا وأجابت على من سأل هذا السؤال نرمين غازي علي تقول الجامعات يجب أن تكون استمرارا لما يتعلمون الطالب في المدرسة لماذا وضع جامعاتنا سيئة لهذا الحد من السبب الطلاب أم الدكاترة عم تسألك كم ربي هذا السؤال هذا السؤال خطير والله هذا سؤال خطير وبدو دراسي كبير جدا يا نرمين ذاكت جاوب عنه فيك تعتذر ونأخذ سؤال بسرعة تاني لا لا أعتذر تعتذر عنه زهر محمى محمود خليفة من كندا وأنا بصراحة ما قرأت سؤاله هلأ أريد أن يقرأوا على الهواء أسأل الكاتب ياسر المالح هل بالإمكان تأليف عمل ذكي جدا يجمع بين اتتمامات العرب لجمعهم يدا واحدة أو على الأقل يدين اثنتين لأنه يد لواحدة لا تسفي أن يكون موضوع ذكي يهتم به كل العرب ويجمعون عليه طبعا غير سياسي أو ديني بخلاف ما يلعبون عليه الدول الأجنبية لتفريق العرب معجزة صح في هذا الزمن أعتقد أن هذا ممكن جدا عن طريق برنامج منوعات يختار دائما يختار دائما الضيوف ويختار الناس ويختار الفنانين من معظم الدول العربية كل حلقة شكرا تجي وأنا أعتقد أن الوحدة على مستوى الفن على مستوى الغناء على مستوى الموسيقى قامت سابقا موجودة الآن يجب أن نحيها سؤالين سريعين أيضا من المشاهدين سعد تيسير الشارع يقول لو لم تكن ياسر المالح أي من الشخصيات الأدباء والإعلاميين كنت تكون؟ أنا مبسوط منحالي إذن لن تختار أي شخصية إيمانا محمد خياط لفازت مركز الأول بعثي سؤال تقول لا ترى أن أسلوب مدرسوا اللغة العربية سببا أساسيا في تحديد مشاعر التلميذ للغات المدرس أساسي جدا في تقريب اللغة العربية إلى الطالب أو أن يمل منها وأن في بعض الأحيان يكرهها يعني أنت توافقها أنا أوافق جدا شخصية المعلم بتعطوني مجال أسأل سؤال واحد فقط الوقت يتيح لي سؤال واحد وإجابة سريعة بثلاثين ثانية وسام صلاح العفيف يسأل الأستاذ ياسر ماه يقول عندما لا يفتح سمسم ويبعدنا القدر عن أهدافنا بماذا تنصحنا بعد تجربتك الواسعة والله أنا لست مع الأساطير ولكنني مع الفتح بأسلوب جيد نفتح سمسم وغير سمسم لكي نصل إلى ما نريد أنا سعيد جدا بأنه تمكنت بهذه الحلقة أن أخذ هذا الكم الأسئلة وبوجودك ولن أخذي هذه الحلقة أنا ما نجد أكرر مرة أخرى لا كل عام يشوفون قد نخطئ بالإعلان عن توقيت برنامجنا الدائم لأنه قد يتبدل لظروف خارج عن إرادتنا كما قلنا لكم عذرونا وربما يفوتكم ضايف ترغبون بمشاهدته في بيني وبينك والمشاركة في أسئلة الاستبيان لذلك سنعلمكم بالتغيرات أولا بأول من خلال موقع الهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون rtv.gov.sy ادخلوا إلى هذا الموقع وتعرفوا من سيكون الضيف وشاركوا بالاستبيان بتوقع إجابة الضيف لتكونوا من الفائزين بكل أحوال في نهاية هذه الحلقة أدعوكم للتمع أكثر والبحث في أسماء ضيوفنا وعطاءاتهم في حياتهم ربما عندها ستجدون الكثير من النقاط التي ترشدكم إلى التوقع الصحيح للإجابات أو لإجابات ضيف الحلقة القادمة حتى الآن موعد الحلقة القادمة السبت القادم إلى اللقاء شكرا 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 شكرا